في فيلم اكوايت بليز دي وان بنعرف ان المخلوقات الفضائية مبدأوش يهجموا البشر من اول يوم نزلوا فيه على الارض ولكن الموضوع دوت بدأ فقط لما سمعوهم بيتخانقوا على كريستيان رونالدو وحفيز الدراجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو اكوايت بليز دي وان زي الجزء التاني من سلسلة اكوايت بليز احداث الفيلم ده بتبدأ مع هجوم المخلوقات الفضائية على كوكب الارض ولكن المرة دي اليوم الاول ده مش مجرد فلاشباك المرة دي احنا بنستمر مع الاحداث بشكل طبيعي وبنحافظ على التقليد الخاص بالسلسلة وهو ان الاحداث بالكامل بتدور في ظرف يومين او ثلاثة بالكتير بنشوف فيهم ازاي سام لقيت نفسها في منتصف نيويورك وقت الهجوم وازاي الناس كلهم بيفهموا القعدة الاساسية من اجل البقاء على قيد الحياة وهي البقاء صامتين مع الحفاظ على القعدة دي سام بتتجه لهارلم من اجل هدف معين عندها واثناء الرحلة دي بتقابل ايرك اللي بيتبعها لمجرد انه حاسس بصدمة والثنائي بتاعنا بيحاول يوصل لهدفه في رحلة صامتة مرعبة فيترى ايه اللي هيحصل A Quiet Place Day 1 فيلم ضروري جدا عشان نفهم الصورة الكبيرة بتاعة السلسلة دي اللي فيها عدد من المكونات الثابتة وحوش فضائية عمياء سريعة مفترسة بحسة سمع متطورة شخصيات بتحاول النجاة عن طريق الحفاظ على اقصى درجات الهدوء وحاجة ملحة جدا بتقف في طريق الهدوء ده والحاجة دي في الاغلب هي مركز الحبكة بتاعتنا ولكن المعادلة دي كلها بتؤدي لشيء فهمناه في الجزء الاول والتاني ولكن ما توقفناش عنده بالقدر الكافي وهو التأمل في الحالة البشرية اثناء الظرف ده في الجزء الاول تأملنا في مفهوم الندم ندم الاخت على التصرف اللي قدى لمقتل اخوها الصغير ندم الام لانها ما قدمتش ما يكفي لحماية ابنها الصغير وندم الاب لانه شايف الشرخ في علاقته ببنته عمال يكبر ومش عارف يعمل ايه في الجزء التاني تأملنا اكتر في مفهوم الامل وان الامل ده طاقة الناس المفروض تستمدها من بعض لذلك السبيل للنجاة هو التكاتف لاننا اتخلقنا عشان نعيش مع بعض مش ننعزل عن بعض في الجزء التالت انا اخشى ان التركيز كله على مفهوم الموت والرسالة الغير معلنة وشديلي 500 سطر تحت غير معلنة دي لانها ما بتتقلش ولا مرة بشكل مباشر ولانك منها ما بتتقلش ولا مرة بشكل مباشر يبقى مطروكة لتفسير كل واحد يعني مقبول جدا ان حضراتكم تدخلوا الفيلم ده وما تطلعوش حاسين باي حاجة من اللي انا حسيت بيا ودلوقت انا نسيت انا كنت عاوز اقول ايه اصلا اه موضوع الرسالة اول لانا حسيت ان ابطالنا اتعلموا من رحلتهم المفزعة كيفية تقبل الموت وعلى الرغم من ذلك اختيار الحياة السر وراء كل ده يكمن في تفصيلة صغيرة ما تقلتش في التريلر ولكنها مكشوفة من اللحظة الاولى في تفاصيل الفيلم فانا حاخد حريتي واقولها وهي ان شخصية سام مريضة سرطان في ايامها الاخيرة على قيد الحياة ورحلتها الهارلم هدفها هو تحقيق امنيتها الاخيرة واحنا بنرأي بالقدر الاكبر من الاحداث من عيونها بنشوف التباين الكبير بين موقفها وموقف كل الناس اللي حواليها وعلى فكرة ده بيؤدي لعدد من اجمل المشاهد التعبيرية في الفيلم وبنشوف التواصل ما بينها وما بين قطتها اللي ما بتحكمهاش وما بتشفقش عليها ومتقعدش تسألها كل شوي عن شدة القلم اللي هي بتختبره وبنشوف التركيبة دي كلها وهي بتتفاعل مع شخصية ايريك صاحب المنظور المختلف نسبيا وهو اختيار ذكي جدا من سيناريو الفيلم ايريك ما هواش المضاد تماما مش المتفائل المقبل على الحياة ده شاب يتعرض لصدمة بتفرمته وعلى فكرة ده الجانب الاميز في اداء جوزف كوين تكسيده المشاعر الخوف اللي بتجرد الانسان من كل حاجة لدرجة انه يتشبث باي حاجة يمشي وراها وخلاص حتى لو الحاجة دي بتتجه للموت والمدهش هو مراقبة الحياة وهي تنمو في التركيبة القاتلة دي اعيب على الفيلم في النقطة دي بس التأخر في تقديم شخصية ايريك ببساطة لان في قسم معقول من احداث الفيلم بنشوفه من منظوره فلما ده تقدم بشكل متأخر شوية اربكني بس للامانة مشهد ظهوره الاول كان جامد فشخ مشاهد سامو ايريك في رحلتهم هي الافضل طبعا في احداث الفيلم مشاهد شديدة العذوبة وشديدة الشجن ودي مشاعر كان صعب علي تخيل انها ممكن تتقدم في سلسلة اكوايت بليس وطبعا انا معجب جدا بدا بس برضو عندي تعقيب سلبي وهو اننا عشان ننجح في تقديم ده فصلنا الاحداث من اطارها لدرجة اني ابتديت انسى ان في مخلوقات فضائية مفترسة حوالينا وفي رأيي عشان العواطف دي تصل للمشاهد بشكل فعال كان لازم يفضل حاسس بالتهديد ده السر في مشاهد الرعب ده السر في مشاهد العنف ده السر في الاكل الحراء استثارة المشاعر من اجل رفع حالة التذوق دي للأسف نقطة اخفاق الفيلم الاكبر ان الرعب والاثارة اللي فيه مقلوفين اكتر من اللازم على صعيد الرعب والمغامرة والاثارة في اطار القصة دي صعب قوي نقدم اي شيء جديد التجارب اللي ممكن تأدي الخطات هندسة الصوت العبقرية اختيارات التواصل ما بين الشخصيات كل ده موجود في الفيلم ومتقدم بشكل رائع ولكن شفته قبل كده في فيلمين حتى وهو قدام عيني مش قادر اقدره خلاص ده حتى حالة الضعر المقترنة بهجوم اليوم الاول تم تقدمها بالفعل في بداية الجزء التاني الشيء الوحيد اللي حقيقي جديد هنا هو تجربة المدينة ومرأبة الهجوم في ظروف واماكن بنختبرها كل يوم اماكن مش شبه الاختيارات النائية اللي تقدمت في الجزء الاول والتاني في شوارع مدينة مكتظة زي نيويورك في مباني تجارية شاهقة في المترو بكل تفاصيله دي الاوقات الوحيدة اللي مشاعر اختلفت فيها تجاه طبيعة التهديد وبكل تأكيد كانت معمولة كويس جدا مشاهد الايليونز وهما بيتسلقوا المباني او هما بيحاولوا يخترقوها حقيقة مفزعة لذلك انا متصور ان الاعجاب بالجزء ده ممكن يكون في اعلى درجاته عند الناس اللي مشافوش الجزء الاول والتاني اللي هما في تقديري الشخصي اكيد قليلين جدا على مستوى التكسيد فجوزف كوين بكل تأكيد اختيار موفق بشدة وقد يكون اكثر الوجوه الحديثة نسبيا اللي انا شخصيا بشجعها لو تفتكروه طبعا هو تقدم داخل احداث مسلسل سترينجر تينجز والحمد لله انه هو مات داخل احداث مسلسل سترينجر تينجز لاني مش هرجع اتفرج على المسلسل ده تاني لوبيتا نيونجو طبعا ممتازة ولكن ما عنديش لحظات كتير حفظة الفاكرها لها من الفيلم ده الا يمكن تسلسل النهاية بتاع الفيلم اللي حقيقي كان رائع على كل المستويات مستوى الرعب ومستوى الاثارة ومستوى الاكشن ومستوى المغامرة ومستوى القوس المغلق للمشاعر الانسانية اللي احنا اختبرناها خلال الفيلم وعملية الغلق دي كانت فقبها صورة مشهد النهاية بالفريم الاخير للفيلم كان هايين علي سقف فيلم اكوايت بلايس دي وان يستحق فرصة للمشاهدة في السينما من المنظور الصحيح منظور التأمل في المشاعر الانسانية ووضع امال اقل شوية على جوانب الرعب والمغامرة والاكشن دي طبعا جوانب مهمة وبتخسر الفيلم بكل تأكيد ولكنها اختيارات شجاعة في النهاية زي الاختيار الشجاع باننا نبعد عن الشخصيات اللي احنا متعودين عليها من الجزء الاول والتاني وكل ده لما ضربته في الخلاط خرجت بتجربة حسية انسانية حقيقي مشبعة في نهاية السنة ممكن انسى الفيلم ده وما يظهرش معانا في اي قوائم بس يوم ما تفرجت عليه ترك علي اثر كبير وفضل شاغل تفكيري تقييمي لفيلم اكوايت بلايس دي وان هو 8 من 10 وفي نهاية مراجعة الجزء التاني لما قلت عاوز اشوف جزء ثالث واخير كان قصدي سيكول مش بريكول فانا لسه منتظر مناقشة الحلقة ايه افضل افلام شاهدتوها بتتعامل مع مفهوم الموت ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على اكس وفيسبوك وانستجرام وتيك توك الربنا نوصل وبي باي